بسم الله وكان كل كلامنا على ان الشحنات ساكنة يعني ما كانش بيبقى في انتقال شحنات ما بين جسم والتاني فكان كل كلامنا عن حاجة اسمها الكهرباء الساكنة النهاردة هنبدأ نتكلم عن حاجة تانية اسمها الطيار الكهربي يعني ايه الطيار الكهربي؟ يعني هنبدأ نتكلم على ان الشحنات هتبدأ تنتقل من جسم للتاني فمعنا الطيار الكهربي اول تعريف معنا هو تضفق الجسيمات المشحونة طيب احنا قبل كده كنا بنقول ان الطيار ايه اللي بيمشي البروتونات ولا الالكترونات اكيد الالكترونات ولازم نبقى عارفين طيب في الطيار الكهربي يعني احنا بدل ما كنا البطارية في العادن هي بيبقى لها طرف موجب وطرف سالب فالعادن الالكترونات هي اللي هتتحرك من السالب وتنجزب نحو الموجب ولكن العلماء اتفقوا ان في الطيار الكهربي مش هنرمز لاتجاه الطيار باتجاه الالكترونات قمال ايه حاجة اسمها الطيار الاستلاحي اللي هو اتجاه الطيار هيبقى الاتجاه اللي بتتحرك فيه الشحنات الموجبة الاختبارية يعني لو حطيت شحنة موجبة في الدايرة دي فهتتحرك ازاي هتبدأ تتنفر عن موجب وتروح للسالب ففي الواحدة دي وكل اللي مكمل معانا في الطيار الكهربي بنرمز لاتجاه الطيار ان هو بيروح منين لفين من الموجب للسالب فده اول اختلاف عن قبل كده فبنقول الالكترونات هي اللي بتتدفق عادة لذلك تدفق الالكترونات واتجاه الطيار الاستلاحي اللي اتنين في اتجاهين متعاكسين طيب امتى بيحصل تدفق للطيار الكهربي او امتى بيحصل انتقال الشحنات ما بين جسمين زي ما اخدنا قبل كده ان لازم الجسمين يتوصلوا ببعض عشان تبدأ الالكترونات تروح من جسم للتاني طيب وايه لما اوصل الجسمين ببعض ايه اللي هيخلي الالكترونات تروح من جسم للتاني اكيد زي اي حاجة زي لما بيبقى فيه منطقة ضغطها كبير ومنطقة ضغطها قليل فبيبدأ الضغط ينتقل منين لفين من الكبير للقليل ولو فيه حاجة مليانة او حاجة فاضية فاللي بيبدأ يتحرك منين من المليان الفاضي وهكذا فعشان تتدفق الشحنات ما بين جسمين لازم يكون عند شرطين اول حاجة يحصل تلامس ما بين الجسمين وتاني حاجة يكون فيه فرق جهد يعني ايه فرق جهد يكون فيه موصل الشحنات فيه جهدها عالي يعني احنا وعرفنا بقى جهد يعني ايه ان هي طاقتها المختزن عالية ففيه موصل الشحنات فيه طاقتها عالية وموصل تاني الشحنات فيه طاقتها منخفضة فلما ابدأ اوصلهم ببعض سواء عن طريق ان انا جيب سلك موصل ما بينهم او المسهم هما الاثنين ببعض ايه اللي هيحصل هتبدأ الالكترونات تنتقل من الجهد العالي للجهد المنخفض زي الرسمة دي كده انا عندي الصفيحة دي عليها شحنات جهدها عالي والصفيحة دي عليها شحنات جهدها اقل فلازم عشان الطيار يسر ما بينهم يحصل حاجتين اول حاجة تلامس ما بينهم ان انا وصلتهم مع بعض بموصل تاني حاجة ان يكون فيه فرق جهد ما بينهم يعني الشحنات اللي هنا جهدها اعلى من هنا فالي هيبدأ يحصل هتبدأ الشحنات تنتقل من هنا الهنا فده هيترتب عليه ايه هيترتب ان الشحنات اللي هنا هتبدأ تقل والشحنات اللي هنا هتبدأ تزيد فإيه اللي هيحصل الجهد هنا هيبدأ يزيد والجهد هنا هيبدأ يقل لغاية لما الاتنين يتساوي واحنا قلنا من شروط انتقال الطيار إن يكون فيه فرق جهد فلما الجهد يتساوي إيه اللي هيحصل هيتوقف الطيار طب احنا دلوقتي بنتكلم على واحدة طيار كهرابي أنا عايز الطيار يفضل مستمر عشان أشغل التلفزيون أو عشان أشغل أي آلة أنا عايزها بتشتغل بالكهرباء هعمل إيه فلازم أحط هنا مصدر طاقة خارجي يعمل لي إيه يسحب لي الشحنات من هنا ويديها طاقة فتقدر تكمل وتطلع لفوق وبعد كده تكمل مصارها الطبيعي بفرق الجهد ما بين الصفيحة دي والصفيحة دي إيه مصدر الطاقة الخارجي ده اللي بنسميه البطارية يبقى إيه هي البطارية هي مجموعة من الخلايا الفولتية المتصلة ببعضها البعض إيه الخلايا الفولتية دي؟ الخلايا دي بتبقى مخزنة جواها طاقة كيميائية أول لما ببدأ أوصل البطارية دي بدايرة كهربية بتبدأ تتحول الطاقة الكيميائية لجواها لطاقة كهربية تديها للشحنات فترفع جهدها فبنستخدم البطارية كمصدر طاقة خارجي لضخ الشحنات زي المنظر ده كده طيب إنت لو جيت تجرب لو جبت بطارية كده اللي هي بتاعت الرموت أو أي حاجة وجبت سلكين ووصلتهم ببعض طبعا ما تجربش تعمل دي في البيت ليه؟ لأن هتلاقي فيه شرارة هتحصل أو هتلاقي البطارية دي انفجرت يا ترى ليه؟ إنت دلوقتي السلك ده فيه شحنات إنت لما وصلت السلكين بالبطارية حصل إيه؟ الشحنات بدأت تنجذب بدأت تاخد طاقة بدأت تطلع وتمشي وترجع تاني تخش البطارية تاخد طاقة تانية من البطارية وتمشي وتاقتها تعلى وتخش وتاخد طاقة تاني وهكذا فالسلك بقى الشحنات اللي ماشي فيه طاقتها عالية أول دركة إن هو مش قادر يستحمل الطاقة دي فالطاقة اللي انت عملت اديها للشحنات دي تلازم تفرغها في حتة فهتعمل إيه؟ هتتحول لصورة حرارية أو ضوئية فهيحصل الشرارة أو انفجار البطارية طيب لو أنا عايز أستفيد بقى من الطاقة المختزنة جوة البطارية دي هتبعمل إيه؟ بقوم جاي النحية التانية وحط جهاز يحول للطاقة الكهربية دي لطاقة أستفيد بيها زي إيه؟ زي المصباح بياخد الطاقة اللي أخدتها الشحنات الكهربية دي ويبدأ يحولها لطاقة ضوئية أو لو مطور فبيبدأ ياخد الطاقة اللي في الشحنات ويبدأ يحولها لطاقة حركية يبدأ يتحرك فيبدأ أشغل بقى أي جهاز أو سخان كهربي بياخد الطاقة اللي في الشحنات ويحولها لطاقة حرارية يبقى إيه هي الدوائر الكهربية؟ هو أي حلقة مغلقة أو مصار توصيل يسمح إن الشحنات تفضل دايماً ماشية فيه فدي منقول عليها دايرة كهربية طب الدايرة الكهربية السليمة بتتكون من إيه؟ لازم يكون فيها مضخة شحن اللي هي البطارية وجهاز ياخد الطاقة اللي بتديها البطارية فالبطارية بتزود طاقة الجهد فتسمح لي إن دايماً فيه تدفق للشحنات وجهاز ياخد الجهد من الشحنات دي ويحولها لشكل آخر من الطاقة زي ما قلنا فالعملية كلها عبارة عن إن فيه طاقة وعملها تتحول من شكل للتاني فجايب لنا مثال مثلاً مقارنة بين تدفق المياه والطيار الكهربية هو إيه اللي بيحصل فيه الشلال دا؟ إحنا عرفنا إن أي حاجة بيبقى ليها طاقة وضع وكلما بقى على عن سطح الأرض كلما طاقة الوضع بتزيد فالشلال دا بيبقى فوق الأرض فبيبقى المياه لها طاقة وضع متخزنة جواها فلما بتبدأ تنزل إيه اللي بيحصل؟ جزء من طاقة الوضع دي لما بتبدأ تنزل وتنزل على ساقي عاملة كده فبتبدأ تفكد جزء من الطاقة اللي جواها دي للساقية فالساقية بتاخد الطاقة الوضع اللي كانت موجودة في المياه دي وبتحولها لإيه؟ لطاقة حركية والطاقة الحركية دي بتبدأ تنقلها للحزام ده فالحزام كمان يبدأ يتحرك فالطاقة الحركية هتروح للمولد المولد ده عامل زي إيه؟ عامل زي حاجة بتشحن البطارية يعني إيه؟ يعني بياخد الطاقة الحركية فبيبقى فيه جزء فيه بيتحرك والحركة دي هو بيحولها لطاقة كهربية جواه طيب فدلوقتي لما اجا وصل المولد ده بدايرة كهربية يعني إيه؟ جبت سلكين وجبت محرك فهيحصل إيه؟ هيبدأ ياخد الشحنات ويديها طاقة كهربية والشحنات دي تبدأ تاخد الطاقة الكهربية دي وتروح لجهاز فيبدأ ياخد الطاقة الكهربية ويحولها لطاقة مفيدة زي مثلا المحرك يحولها لطاقة حركية فيبدأ يلف فيبدأ يطلعلي أو ينزللي الدلو ده مثلا فبنقول لما بتتضفق المياه وتسقط بيسبب دوران ساقية المياه تحول طاقة الوضع لطاقة حركية وبعد كده يدور المولد اللي بيشتغل زي البطارية فبيعمل على زيادة فرق الجهد الكهربية بين طرفيه يعني إيه؟ يعني الشحنات هنا جهدها قليل لما بتخش جوه تاخد طاقة تطلع بجهد أعلى فبعد كده تروح للمحرك اليوم أخد الطاقة اللي جواها دي ويحولها لطاقة حركية طيب هل كل طاقة الوضع اللي فقدتها المياه وراحت للساقية وراحت للمولد هل كلها تحولت في الآخر لطاقة حركية؟ فبنقول لا دايما بيبقى فيه فقد في الطاقة على صورة إيه؟ بنقول مثلا أن طاقة الوضع اللي كانت في المياه جزء منها تحول في الآخر للمولد وجزء راح في صورة طاقة حرارية إيه الطاقة الحرارية؟ الساقية دي لما بتشتغل بيبقى فيه احتكاك ما بين أجزاءها فالاحتكاك ده بيولد سخنية فارتفاع الحرارة ده جاي منين؟ ارتفاع الحرارة ده طاقة راحت للجسيمات بتاعة الساقية دي فالطاقة دي جات منين؟ جات من طاقة الوضع وكذلك المولد المولد ده هيطلع لي طاقة كهربية هل كل الطاقة الكهربية اللي هتاخدها الشحنات دي هتتحول لي في الآخر لطاقة حركية؟ فبنقول لا فيه جزء برضو بفقده في صورة طاقة حرارية لأن المولد ده هتلاقيه بيسخن برضو وهنعرف كمان شوية أو في الفيديو الجاي إن فيه حاجة اسمها مقاومة في السلوك وفي الدايرة الكهربية كلها دي بتقدل رفع درجة الحرارة فكذلك بفقد جزء من الطاقة اللي بتوصل للمولد ده في صورة طاقة حرارية والباقي بيتحول لشغل يبزله المحرك فلا تتحول الطاقة الحركية كلها لطاقة كهربية لكن جزء منها بيتحول لطاقة حرارية سواء بسبب الاحتكاك أو المقاومة الكهربية طيب زي ما قلنا قبل كده إن الطاقة اللي من أول ما ربنا خلق الكون لغاية يوم القيامة هي هيها موجودة ما بنقدرش إن نحن نولي الطاقة جديدة ولا إن نحن نفني طاقة للعدم فكذلك الشحنات يعني إيه؟ يعني ما تقوليش أنت دلوقتي لو كانت الدائرة الكهربية دي بيعدي 2 كولوم كل ثانية فهل لما أنت حطيت البطارية دي خلتهم 3 كولوم في الثانية؟ فبنقول لا قانون حفظ الشحنة زي حفظ الطاقة بالضبط الشحنات لا تفنى ولا تستحدث من عدم فالبطارية مش بتزود لك الشحنات أمال البطارية بتدي طاقة للشحنات وبعد كده الشحنات دي تبدأ تفقدها النحية التانية للجهاز اللي أنا عايز أشغله فالشحنات لا تفنى ولا تستحدث من عدم ولكن يمكن فصلها فالكمية الإجمالية للشحنة في الدائرة لا تتغير يعني لو تضفق 1 كولوم خلال 1 ثانية عبر المولد فلازم الكولوم اللي هيعد من هنا هو هو اللي هيعد جوه المحرك في الآخر طيب فعشان كده بنقول وكذلك حفظ الطاقة يعني الطاقة اللي بتاخدها الشحنات من هنا احنا قلنا ان الدلتا فيه بتساوي الدابليو على كيو او كمية الشغل اللي بيبزله على كل شحنة او التغير في طاقة الوضع لكل شحنة او ممكن اقول ان هي بتساوي الطاقة اللي شايلها كل شحنة في الدائرة طيب طيب فتبقى الطاقة الكهربية اللي موجودة في الدائرة عبارة عن ايه؟ عبارة عن فرق الجهد لكل شحنة طيب فاحنا اتفقنا ان الكيو سابتة ما بقدرش ان انا ازود كيو ولا افنيها للعدم فافهم من كده ان الطاقة اللي هتاخدها الشحنات هنا لازم هتفقدها هنا فبنقول ايه؟ التغير الصافي في طاقة الوضع للشحنات اللي بتنتقل بشكل كامل حول الدائرة يجب ان يكون صفر يعني لو الشحنة هنا مثلا طاقتها وليكن اتنين جول اخدت دخلت البطارية هنا فاخد الطاقة وليكن تلاتة جول فطلعتلي بخمسة جول فلازم هتمشي في الدايرة ويكون في جهاز هياخد التلاتة جول اللي البطارية اديتهم له فتطلعلي من هنا اتنين جول تاني وتخشي البطارية وهي اتنين جول فا ايه معنى الكلام ده؟ ان التغير في طاقة الوضع بتاع الشحنة لما تلف لفة كاملة وترجع لنفس النقطة تاني لازم يكون هو هو يعني التغير بيكون بصفر ما ينفعش الشحنة تعود تخزن طاقة جواها وإلا هتلاقي ان الجهاز ده هينفجر السلوك معدتش هتقدر مستحملة الطاقة اللي جوا الشحنات اللي عمالت تخزن فيها زيادة فهينفجر فلازم التغير الصافي في طاقة الوضع للشحنات لما تلف بشكل كامل في الدايرة يكون صفر يعني لازم اللي هي تاخده من هنا يتسحب منها هنا ايه ان الزيادة في فرق الجهد الناتج عن المولد بيساوي الانخفافة في فرق الجهد عبر المحرك طيب عندنا تعرفين مهمين ايه هما يعني ايه شد الطيار كهربي انت دلوقتي مثلا لو انت فيه اجهزة بتحتاج ان انت تدي لها خمسة كولوم كل ثانية عشان تشتغل كويس وفيه جهاز يقولك لا انا مش محتاج اقل من ميت كولوم انا محتاج مش اقل من ميت كولوم عشان اشتغل كويس زي مثلا الخلاط او الحاجات اللي بتبقى عايزة سرعة كبيرة فانعايزة اديها شحنات عدد شحنات كبير اوي في الثانية عشان تشتغل وفيه حاجات مجرد بس عدي طيار كهربي انا هشتغل عادي فايه الفرق ما بين المثالين دول الفرق ما بينهم ان ده اسمه الطيار الكهربي ده بيحتاج طيار اكبر عشان يشتغل وده بيحتاج طيار اقل فمعناها ايه شدة الطيار الكهربي اللي بنرمز لها بالرمز اي نسبة الى الانتنس تي شدة الطيار الكهربي هي معدل تدفق الشحنة معلومة ليك لما تشوف كلمة معدل اعرف بعديها على طول ان الكلام اللي هيتقال ده مقسومة على الزمن يعني ايه يعني شدة الطيار بتساوي الشحنة الكهربية مقسومة على الزمن يعني انا بيعديلي كم شحنة خلال الثانية الواحدة فكلما زاد عدد الشحنات اللي بيعديلي كلما شدة الطيار زادت الطيار بقى جديد عندي كمية شحنات كبيرة بتعدي في الثانية الواحدة فانا كده بزود شدة الطيار فزي ما احنا عارفين بقى وتعودنا كتير لو انا عايز اعرف الواحدة اللي بتتقاس بها شدة الطيار هتبقى بتساوي ايه الشحنة بالكولوم والزمن بالثانية فشدة الطيار بيتقاس بكولوم على الثانية ولكن العالم اللي اكتشف المفهوم ده قال نسمي الواحدة على اسمه اللي هي ايه امبير بنرمز لها بالرمز ايه فالواحد امبير يكافئ واحد كولوم لكل ثانية طب عندنا التعريف تاني وهو مش تعريف جديد كنا اخدنا قبل كده في السنة اللي فاتت ايه هي القدرة هي معدل نقل الطاقة او تحويلها زي ما قلنا اول ما تشوف كلمة معدل يبقى الكلمة اللي بعدها هتقسمها على الزمن يبقى نقل الطاقة او تحويلها يبقى تقسم الطاقة على الزمن يبقى القدرة هي عبارة عن الطاقة على الزمن والطاقة بتتقاس بالجول والزمن بالثانية وبالتالي القدرة بتتقاس بجول على الثانية أو بتتقاس بوحدة الوط فالواحد وط يكافئ واحد جول لكل ثانية عارفين يعني إيه قدرة؟ يعني أنا دلوقتي أقدر أنقل دولاب كامل خلال ثانيتين وفيه واحد تاني بيقدر ينقل دولاب كامل خلال خمس ثواني فمين قدرته أعلى؟ أكيد أنا لأننا عملت طاقة في نقل الدولاب في زمن أقل لكن غيري عملها في زمن أكبر أو زي ما قلنا مثلا في الأجهزة الكهربية اللي ليه علاقة بالدرس بتاعنا لو أنت عندك مايكرويف واحد ألف واط واحد ألفين واط هتشتري مين؟ أكيد الألفين واط ليه؟ أنت بتستخدم مايكرويف عشان تسخن الأكل يعني إيه؟ يعني عايز تدي طاقة للأكل فلو عايز تدي طاقة مثلا لسندويتش 100 جول فمين هيسخن لك أسرع؟ يعني مين هيدي لك الميت جول في وقت أسرع؟ فأكيد اللي قدرته أعلى اللي هيحول لك طاقة في زمن أقل فقدرته أعلى طيب فإحنا بنتكلم أن الطاقة اللي إحنا بنتكلم عليها هنا هي الطاقة الكهربية وقلنا أن الطاقة الكهربية ديها تعبارة عن إيه؟ لسه إلينا دلتا في في كيو فلما تشيل الإيه وتحط دلتا في في كيو وإحنا لسه إلينا أن الكيو على تي ديت اللي هو معدل نقل الشحنة أو معدل الشحنات في الدائرة الكهربية هو عبارة عن إيه؟ عن الاي فقانون القدرة عندي قانونين قانون إي على تي وقانون آي في دلتا في شدة الطيار اللي بتمشي في فرق الجهد اللي في الدائرة طيب بعد كده لو إحنا عايزين نرسم دائرة كهربية يعني لو قلت لك مثلا ارسم لي الدائرة الكهربية بتاعت التلفزيون بتاعك فهتعمل إيه؟ فيا إما هتبقى فنان وترسم لي بقى الأجهزة بالشكل ده ولكن علماء الفيزيون ما عندهمش وقت بقى للفن ده فهيرسموها بدائرة مبسطة بالشكل ده طيب فلازم نبقى عارفين إيه الرموز بتاعت كل حاجة فقال لك عشان ترسم دائرة كهربية امشي على الخطوات اللي هنقولها دي تيجي على الجنب الشمال كده أو ممكن تحطها في أي حتة ولكن عشان يبقى كلنا الدوائر بتاعتنا واحد هتقوم رسم بطارية البطارية دي رمزها إيه؟ عمودين كده الطويل ده الموجب والقصير السالب وبترسم الموجب لفوق وتطلع منها سلك السلك اللي هو خط عادي فتعالوا نشوف الرموز البطارية بنرموز لها بالرمز ده هي البطارية الواحدة عمودين بس لكن دول بطاريتين مع بعض طيب مولد طيار مستمر يعني لو فيه زي مثلا الفيشة دي مولد طيار مستمر فيه جهاز اسمه أميتر إيه جهاز الأميتر؟ ده الجهاز اللي بيقس لي شدة الطيار مش هي بتتقاسب الأمبير يبقى الجهاز اللي بيقسها أميتر وفيه جهاز اسمه فولتاميتر تتوقع بيس إيه؟ بالضبط الدلتا فيه فرق الجهد بتتقاسبه الفولت فالجهاز اللي بيقسها اسمه فولتاميتر طيب المصباح بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن زي حلزون كده جوا دايرة دي رسمة المصباح ودي التقريض ودي المقاومة اللي احنا هناخدها الدرس الجاي ودي حاجة اسمها مقاومة متغيرة أو ريوستات أو مجزق جهد هناخدها الدرس الجاي مملفة حاس وده المفتاح يعني انت مثلا لو قال لك ارسم دايرة كهربية فيها مصباح فهتعمل ايه؟ فرسمنا البطارية وهترسم المصباح ازاي؟ كده ويقول لك تأكد ان المصباح ده هيضيء فهتقوم مزودله مفتاح المفتاح في الحالة ديت لو هو مرسوم كده يعني مفتاح مفتوح يعني انت قافل النور طب لو انت عايز المصباح ده يضيء فهتنزل الاتنين دول على بعض فبتبقى رسمتها عاملة ازاي؟ بيبقى نقطة عاملة كده واترجع تاني السلك للجزء السالب من البطارية يبقى المصباح ده كده هيضيء واتجاه الطيار زي ما اتفقنا بيبقى منين لفين من الموجب للسالب فلازم توضحه على الرسم طيب لو قالك حط اميتر فهتقوم حاطة اميتر لو قالك حط فولتاميتر هنعرف بعد كده ان الفولتاميتر بيتحط على التوازي يعني ايه توالي وتوازي؟ بعد ما رسمنا سلك بيخرج من طرف الموجب لغاية لما يوصل لجهاز معين فلو عندنا جهازين متصلين على التوازي يعني ايه على التوازي يعني احط مصباح مثلا ومحرك قال لي المحرك بيترسم ازاي؟ هتلاقيه عامل كده فلما يبقى فيه جهازين متوصلين على التوازي يعني ايه على التوازي يعني السلك الاساسي هيتفرع لسلكتين وبعد كده تكمل الدايرة زي ما هي عادي وتأكد ان انت حطيت كل اجهزة اللي هو عايزك ترسمها في الدايرة فعارفين الاميتر بيقس شد الطيار فولتاميتر بيقس فرق جهد في حاجة اسمها مالتيميتر باين من اسمه انه هو جهاز متعدد القياسات يعني بيطلع لي قراية الاميتر والفولتاميتر في جهاز واحد كل جهاز من الاميتر والفولتاميتر ليه طرفين؟ يعني انت لما تحط جهاز الاميتر في الدايرة بيبقى ليه طرف موجب وطرف سالب طب بحطه في الدايرة ازاي؟ بوصل الطرف الموجب للاميتر بقى اقرب طرف موجب للدايرة والطرف السالب بقى اقرب طرف سالب يعني لو فيه هنا مصباح فهتوصله برضو الطرف الموجب لأميتر بقرب حاجة متوصلة بالطرف الموجب للبطارية فهنكتفي لغاية كده في الفيديو دوت والمرة الجاية ان شاء الله هنشرح المقاومة والتطبيقات عليها وهنخلص المنهج بإذن الله يارب يكون الشرح مفيد ولو عندكم اي استفسار يبعتلنا واشوفكم على خير